منظمات عالمية مختصة بشؤون التسليح حول العالم عراق جاء بالمرتبة الثالثة عربيا بمعدل 19.6 سلاح لكل 100 شخص يعني بهيش حال نقدر نسوي جيش كامل اليوم بهذا السلاح تجار ليل داي يشترون أسلحة مافيات مخدرات ميليشيات يعني السلاح داي يجي من بره وداي يطلع من الداخل يعني شوفي ستوجدان يعني حقيقة عندما نتكلم عن السلاح فإن السلاح مر بأدة مراحل جعل من هذه القطعة تتوفر حتى في الأسواق يعني بعد 2003 وما حدث في العراق ومن فتح المشاجب وسرقة المشاجب السلاح والعتاد والأسلحة هذه كانت مرحلة ومرحلة أخرى بعد 2014 وفي ظل الفوضى وإصابات داعش ويعني الكثير من السلاح الجيش يعني قد تركه في أماكن وأيضا تم بيعه من مكان إلى مكان إضافة إلى ذلك نحن لدينا اليوم حدود يعني غير مسيطرة عليها حقيقة هناك حدود يعني منافذ بديلة للمنافذ الرئيسية يتم من خلالها تهريب المخدرات ويتم من خلالها تهريب البشر ويتم من خلالها تهريب السلاح كل هذه المعطيات يعني جعلت من أنه العشائر عندما نتكلم البصرة أو ميسان أو ذيقار لأن هذه المناطق هي تكون قريبة من الخط الحدودي بين العراق والدول المجاورة فلذلك عملية حصولهم على السلاح تكون عملية سهلة فحتى الخلافات التي نسمع بها في هذه المحافظات يعني نسمع أنه ليس خلافات على موضوع قتل أو دم أو شيء من هذا القبيل في أكثر الأحيان تكون الخلافات في مواضيع اقتصادية مالية على من يمسك هذه الحدود وعلى من يمسك هذا الممر وعلى من يمسك هذه الجهة يعني هذا الموضوع وصل إلى هذا المنحنة وبالتالي في ظرف من الظروف وفي وضع من الأوضاع الجهاز الأمني كان ضعيفا جدا وخصوصا في تلك المحافظات وحتى إن وجد الجهاز الأمني فأن جميع ما موجود بين الجهاز الأمني هم ينتمون إلى هذه العشائر وإلى هذه المناطق وإلى هذه المناطق الجنوبية يعني كونك خبير أمني أيضا سيد مخلط لماذا تنتشر الأسلحة والعتاد في الأحياء السكنية؟ يعني أكثر من 30 انفجار وقعت من 2016 إلى 2022 مخازن الأسلحة وعتاد ببغداد وغيرها يعني مناطق الموجودة جسر الفرنسي، الكمالية، الشهداء، العبيدي، شهرة فلسطين حتى في صدر القناة ومنطقة الزيونة والدورة شرطة الرابعة يعني بين الأحياء وتذكر أنت من 2016 إلى 2022 كم انفجار صار؟ هذا السلاح الذي تتكلمين عنه يختلف عن سلاح العشار هذا السلاح مثلما تكلمت في مرحلة ثانية بعد 2014 وفي الحرب ضد داعش هناك الكثير من المجموعات امتلكت سلاح قسم منها بحجة المحاربة الداعش وهناك ثم تم توحيد هذه المجموعات والفصال في هيئة الحجد الشعبي لكن بقت هناك مجموعات هي خارجة عن هيئة الحجد الشعبي وخارجة عن القانون حتى في كثير من الأوقات أمن الحجد الشعبي كان يلقي القبض على بعض وهؤلاء جعلوا من الأحياء السكنية يعني مخازن ومشاجب للسلاح الذي كانوا يحصلون عليها أكيد من خارج الحدود لأنه هذا السلاح الذي تم يعني الأثور عليه أو تم في بعض الأحيان تم احتراقه أو انفجاره وأسلحة كانت حديثة فبالتالي يعني تم الحصول عليه ويعني بصورة ليس السلاح القديم الذي تكلمت عنه هذه هي المشكلة التي أنا تكلمت عنها هذا الشق يجب أن يعالج سياسيا وليس عن طريق وزارة الداخلية اشتركوا في القناة